إكرام الجار كانت النملة النشيطة معروفة عند كل جيرانها بالكرم كانت تبحث باستمرار عن طهام تدخره لأيام الشتاء وكان يسكن بجوارها صرار رريف يحب اللهو والغناء وفي أحد الأيام مرت النملة أمامه وهي تتصبب عرقا تحاول أن تجر ما جمعته قال لها ساخرا لماذا تقضين فصل الصيف في التعب والكد وهو فصل الراحة والمرح الأعشاب والحبوب تملأ المكان وهي كافية لجميع السكان أجابته إنني أتعب اليوم لأرتاح في أيام الشتاء وفي فصل الشتاء هطلت الأمطار فجاع الصرار وبينما كانت النملة في بيتها جاءها الصرار وقال لها متوسلا يا جارة الطيبة إنني جائع أرجوك أعطيني شيئا أسد به رمقي أجابتهم ابتسمة تفضل كل حتى تشبع ولكن لا تنسى أن الحياة تتطلب من العمل والمسابرة قبل ممارسة الهوايات المفضلة وبما أن إكرام الجار ومساعدته واجبة سأعطيك بعض المؤونة التي تعينك على مقاومة هذه الأيام الصعبة سر الصرار وشكر جارته على كرمها ومساعدتها